بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي كنادي النادي الاهلي وجمهوري النادي الاهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضركم معنا في حلقة جديدة من الأفضل زي ما تعودنا مع بعض كل يوم حد واربع بنكون من الساعة 8 ونص من 8 إلى 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساعة الرياضية في الألعاب الأخرى نص الأول من حلقتنا بمجموعة من الأخبار والنهاردة الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار اللي حصلت جوة النادي الاهلي وبرى النادي الاهلي كمال في الرياضة المصرية بصفة عم النص الثاني من حلقتنا بيبقى فقرة حوارية والنهاردة طبعاً يعني في حالة من الرضا وسط جمهور النادي الاهلي عن فريق كرة السلة فريق كرة السلة الأول بنادي الاهلي السنة اللي فاتت أخذ 5 بطولات من 5 بطولات شارك فيهم السنة دي بيزيد نفس عدد البطولات الموسم اللي فات وبيزيد عليه بطولة أفريقيا البسكتبول أفريقيا اللي يجي اللي هتتلاقي بيعني عنده 6 بطولات السنة دي الأداء اللي بيقدي فريق كرة السلة هناك في الكويت في البطولة العربية أداء رائع وبيتصدر مجموعته وقدر لنفوز 3 مبارياته في المجموعة بفوز مرتاح على جميع الفرق حتى على صدارة المجموعة مع النادي الرياضي فوزنا فرق حوالي 17 أو 18 نقطة وده رقم كبير على نادي كبير زي النادي الرياضي النهاردة كان لازم بقى فاقرة الحوالية نتكلم عن الفريق وحزوزنا في الفوز بالبطولة وخاصة أن خلاص شكل البطولة بات يعني بنسبة كبيرة تعرف مين المربع احنا هلقابل مين أو طريقنا مين في قبل النهائي ونفس الكلام الناحية التانية هل هي تشابه البطولة العربية اللي فاتت ولا لأ طب إحصائيات اللاعبين عندنا أمور كتير جدا هنتكلم فيها فكان لازم يكون معي هدفين من طبعا نجوم كرة السلة هيكون معي كابتر محمد السلعاوي نجم نجوم كرة السلة في مصر والعرب طبعا وأفريقيا وهيكون معي كمان كابتر مصطفى الشافعي أحد نجوم النادي الأهلي السابقين وأحد أبرز كبات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة هنتكلم عن الفريق والحزوز وأداء اللاعبين والجهاز الفني وشكلة خاصة أن الحقيقة الفرقة عاملة حالة جيدة جدا يعني لو حداكم بالطبع والبطولة كمان جمهور النادي الأهلي في الكويت كله بيبقى موجود في الملعب بيبقى فيها عدد كبير جوه وعدد كبير بره مش قادر يخش عشان الصلة لها عدد معين يعني حالة كويسة عملا فريق السلة الحقيقة فالنهاردة هنتكلم انتظر في الفقرة الحوارية عندنا كلام كتير جدا هنقوله عن الفرقة وخبايا عن البطولة العربية هتعرفوها معنا في النصف التاني من حلقتنا مع ضيوفي ونجومنا اللي هيشرفونا في البرنان هنروح لأخبارنا وهنتدي بكرة اليد كرة اليد النهاردة الصبح فريقنا فريق كرة اليد للرجال لعب على المدالية البرونزية صبح مع الافريقي التونسي وستطاع ان هو يحصد البرونزية بعد ما فاز على الافريقي التونسي بنتيجة 30-22 مبروك طبعا المدالية البرونزية اكيد طبعا كان اللعبة والجهاز الفني والنشاط الرياضي والنادي كله كان يتمنى ان هي الذهبية ولكن يعني دي الرياضة يعني اكيد اللي بيخسر بنقوله هاردلالك واللي بيكسب بنقوله مبروك ولكن يعني فرقتنا كانت مقدية تقول البطولة اداء جيد باستثناء مباراة الزمالك وطبعا عرفنا منذ لحظات انتهى الفاينال بفوز الترجي ببطولة افريقيا الحقيقة ديما لحظات قريبا انتهت المباراة فطبعا يعني الترتيب الفرق القاتي الترجي في بطل افريقيا للابطال المركز الثاني النادي الزمالك المركز الثالث النادي الاهلي المركز الرابع الافريقيا التونسي فده طبعا اكيد يعني ان شاء الله يتعود في البطولة القادمة وزي ما قلت لحضراتكم الرياضة يعني غالب ومغلوب زي ما بيقوله ولكن اكيد عندنا يعني اخطاء في اخطاء وخلينا اتكلم مع حضراتكم بيعني صد الرحب النادي الاهلي في كل مباراةه بيقدي اداء كويس جدا مع مباراة القمة الاهلي والزمالك بيحصل دروب شوية في اداء اللاعبين معرفش هال الموضوع ده نفسي محتاج يعني شوية يعني حماس اكتر يعني اداء الفرقة في كل المباراة يعني معلش الافريقي احنا كسبناه الافريقي ده كسب الزمالك الافريقي ده كسب الزمالك فرق مريح جدا جدا الترجي كسب الزمالك واحنا يعني لسه خلصة الموضوع احنا كنا نقدر نكسب الترجي انا اتوقع لو كنا لعبنا الترجي نكسب يعني الفرقة التونسية بنكسبها سهل الفرقة بنكسبها سهل الازمة عندنا في مباراة الاهلي والزمالك الاحقيقة محتاجة يعني تفسير محتاجة اللاعبة توقع مع نفسها هل ساعات جدا واضح طبيعي جدا جدا ممكن يكون عندك حاجة بيبقى فيها زي دروب بنفسي في المباريات بيحصل حاجة دروب نفسي في بعض المباريات تكلمش على الأهل والزماني بتكلم على صفة عامة احنا جيلي مثلا في الباسكت كنا نميلاع بأنجولا كنا بيحصل دروب في المستوى برغم احنا نكسب السنغال ونكسب نيجيريا والسنغال تكسب أنجولا ونيجيريا تكسب أنجولا ننزل أنجولا نفسيا بيبقى عندنا أزمة حاجز في حاجز نفسي عندك ألأ ضغط عصبي ما بتحملوش فقصدي الموضوع بالفنيات والله أنا ما بقولي الكلام ده عشان ألمع أو أقولي أنا بقولي الكلام ده فنيا لو حداك تقدروا تتحققوا من صحة كلامي المباريات أفريقيا نكسب أي فريق مباريات تونس نكسب أي فرقة في تونس ولكن في كل المباريات بيبقى الأهلي رقم واحد مباريات الزمالك لو حسبتها برضو بتلاقي الأهلي فنيا كويس ولكن بيحصل دروب كده في أوقات من المباراة بنخسرها آخر ثانية آخر دقيقة آخر هجمة الموضوع محتاج يعني دراسة من المسؤولين كبيرة ولازم يشوف إيه الحاجز النفس إيه المشكلة اللي بتحصل زي ما قلت حضراتكم مش لازم أهلي زمالك أنا بتكلم عن أي فرقة ممكن تلاقي في الدولة الإنجليزية الكورت القضب ممكن تلاقي ليفربول عنده حاجز مع مثلا من سيتي تلاقي ليفربول بيكسب كل الفرقة ويجي قدام من سيتي هو في أسوأ حالته يخسر منه يعني بتلاقي فيه أمور كده معرفش هل هي حاجز نفسي هل محتاجة يعني أكيد طبعا عندنا كابتخاد العودي ومجلس إدارة النادي الأهلي ومعالي الوزيرة عامل فاروق طبعا يعني ومجلس إدارة برئاسة كابتل محمود الخطيب ومعالي الوزيرة عامل فاروق مدين ملف ده أهمية كبيرة جدا جدا أتصور أنه طبعا لازم يحصل فيه أناليسيس للمشكلة وحل عشان نعرف القادم ممكن يعمل فيه طيب هنروح لخبر أيضا يخص الفريق الأول كابتخاد العودي مدير النشاط الرياضي بنادي الأهلي أعلن أن النادي الأهلي سيستضيف النسخة القادمة من بطولة أبطال الكؤوس لكرة الثلاثة الحقيقة ده خبر يسعدنا لأن انت كده طبعا هتشارك في هذه البطولة وبيبقى بليها السوبر الأفريقي وبمناسبة السوبر الأفريقي مش زي السوبر العادي بيبقى مباراة لا هو بيبقى عبارة عن دورة مجمعة غالبا يعني هيبقى أهلي زمالك وفرقتين من تونس ممكن يبقى الأفريقي والترجي أنا يعني مش عارف سنفك أنا هيبقى كده لولا عتزار الفريتين في الآخر بسبب كورونا ولكن السوبر المصر السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس النادي الأهلي هستضيفهم وطبعا ده عنه الكابتال خاد العادي على الموقع الرسمي للنادي الأهلي والحقيقة دايما زي ما عودناكم احنا بليم عارفين الكواليس ولكن ما بدرش نعلن إلي لما النادي الأهلي نفسه ويعلن وده سيستم ونظام النادي الأهلي طيب البطولة هتتلاقي في الفترة من 22 إلى 25 ده السوبر الأفريقي 22 إلى 25 إبريل القادم تسور الكابتال خاد العادي من دور النشاط الرياضي وكمان هننظم النسخة رقم 39 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية وهتتلاقي بعد السوبر وده طبعا بيان النادي الأهلي البطولة الكؤوس هتتلاقي بعد السوبر في فترة من 24 إبريل حتى 6 مايو اللي بعده طبعا كابتال خاد يستلم الخطاب الرسمي طبعا من الاتحاد الأفريقي يفيد بحصول الأهلي على شرف تنظيم البطولتين دول والأهلي كان طلب طبعا ده بناءا عن طلب النادي الأهلي وخلينا أقول لكم النادي الأهلي عندما يتقدم باستضافة أي بطولة الحقيقة يعني بيبقى صعب حدي نفسه النادي الأهلي بيبقى يعني شفنا بطولة أفريقيا كلها كرة سلة كرة يد كرة طائرة النادي الأهلي بيستطيع تنظيم البطولة على مستوى البطولة بتتلاقي على ساتل أبن عبدالله الفيسر ومناسبة أن كان لها الشرف أن أنا غطيت بطولة زي دي من حوالي 2018 أو 2019 لما تذكر كانت برضو في صالة النادي الأهلي أبطال الكووس والحمد لله حصلنا عليها فإذا أنت الحمد لله الدروب أو الأزمة لكت ممكن تحصل نتيجة خروجك من قبل النهائي في طولة أفريقيا الأبطال بعدم مشاركتك في السوبر أنت كده النهاردة إن شاء الله حجزت مقعدك في السوبر الأفريقي لأن الحقيقة أنا شايف فرقة دي تستحق تكسب الله أنا مش بقول كده عشان إحنا قناة النادي الأهلي الفريق يعني دائم بشكل جيد مجلس الإدارة ووفر كل شيء للفريق يعني شايف إن هما إداروا يكسبوا ولكن شوية روح في مباراة واحدة فقط هي مباراة المنافس التقليدي لو أنت عندك الروح والأداء والرغبة هتكسب بدليل أداءك في المباراة الأخرى مع فرق قوية يعني لما نقول الأفريقي النهاردة كسب الزمالك الأفريقي كسب الزمالك فرق 6 أو 7 قبل كده النهاردة احنا بتكسب الأفريقي فرق 8 أهداف 32 و 22 والشوت الأول الفرق كان وسل 16-9 يعني أنت بتتكلم فيه يعني أنت بتكسب مريح جدا أفريقي اللي كسب الزمالك النهاردة الترقي بيكسب الزمالك ترقي بيكسب الزمالك يعني أنت عندك تفوق واضح على الفرق الأفريقية المشكلة فين؟ زي ما قلت لحضراتكم محتاجة دراسة ومحتاجة تحليل من خبراءنا الطب النفس الرياضي يعني فيه أمور كده جديدة وحديثة محتاجين نحن نحلل فيها وأتصور إن شاء الله نادي الأهلي هيمشي في هذا الطريق هنروح لسيدات كرة اليد حضراتكم عارفين أنه طبعا الدوري توقف كنا قلنا في حلقاتنا اللي فات التوقف لي يا كابتن عشان بطولة أفريقيا للسيدات اللي هتتلاعب في السنغال في شهر نوفمبر المنتخب الجمع والحقيقة إحنا عندنا عشر لعبات هيشاركوا إذن فيه توقف شهرين أو أكتر من شهرين لا يعني نقول شهر وشوي شهر ونص هيبقى توقف عشان المنتخب بيستعب فكابتن محمد عادل زولة المدير الفني فضل أنه يدي للفريق راحة أسبوع أو عشر تيام يلتقط الأنفاس لغاية ما يبتدي برضو الإعداد خلاص الفرقة تانية رجعت من الأجازة وبدأ الاستعداد تاني كابتن محمد عادل زولة عشان استقناف الدوري تاني في نوفمبر والحقيقة يعني في الريطة كتلاعبة خمس مطشاط فوزنا في ثلاثة وخسرنا في اتنين يعني كسبنا معادي وزمالك ومديد نصر وخسرنا من سموحة في ملعب سموحة برة وخسرنا من الطيران برضو برة في ملعب مديد نصر يعني مطشينا اللي خسرناهم برة ملعب وهو طبعا كابتن محمد عادل زولة مركز على ناحية نفسية شوية يمكن عندنا إصابات نصر عيدة عبد الملك ربنا يشفيها وتعود بالسلامة لفرقتها تاني بعد ما عامت عملية في صباحها لتيجة كسر أو خلع في الصباح في مباراة المعادي إن شاء الله الفترة تشاره نص دي كافية بإذنها ترجع بالسلامة عندك كمان للهارموني أنت مش بس العشر لعبات اللي يجيبوا عنك لا المحترفة التونسية كمان اللي تتلعى في الفريق هتسافر أكيد تنضم المنتخب تونس اللي هو يعني أحد قطبي كرة اليد سيدات في أفريقيا مع أنجولا فإذن هكون مش موجودة فأنت عندك أزمة في التوقف ده الحقيقة أن أنت تقريبا أكتر من نص الفريق مش هبقى موجود طيب كانت المحمد عادل هيأمل إيه ما عندهش حلول كتير عيد مرا وهينتظر عودة اللعبات ولكن لابد أن اللعبات الفترة اللي هيرجعوا فيها بعد بنتعمل المنتخب إن شاء الله يعني رب يكونوا كسبانين يرجعوا تاني لابد أن نقتنم كل دقيقة وكل فرصة عشان نزود الهارموني خاصة أن فاتم الدوري فقط خمس مباريات يتبقى حوالي 12 مباراة هما 17 اللي هو دور الأول أو دور العام 17 مباراة لعبت خمسة بقى لأنهما 18 فريق بيلعبوا دور واحد فأنت عندك 17 مباراة لعبت خمسة فأنت عندك 12 مباراة متبقيين وهم الأكتر فأنت فرصة عندك إن أنت تعيد تاني الهارموني الفريق والانسجام سواء بين اللعبات وبعضهم أو اللعبات والجهاز الفني ما تنسوش إن الجهاز الفني جديد كابتن محمد عدد زولة جاء أخلفا لكابتن إيح يوسف الأضم على الفريق سنة ونص فإذن جهاز فني جديد محتاج هارموني بينه من بعضه وأيضا هارموني بينه من اللعبات إذن محتاجين وقت ومحتاجين مباريات بس إن شاء الله تصور إن الفريق قادر خاصة إننا عندنا إمكانيات فنية وخبرات عالية بالفريق يستطعنا إن هم إن شاء الله يعني مع المباريات المستوى يعلى ويزيد هنروح لكرة السلة مرة تانية ومباراة طبعا الرياضي اللي كانت فوق الوصف وكانت مستوى رائع جدا شهد ندية كبيرة جدا لما بين النادي الأهلي ونادي الرياضي يمكن الشهد الثاني خلص فرق أربع نقاط للأهلي شهد الثاني والرابع بان هنا الفرق وبان بقى التطش بتعمل ستراجوش دايما في كرة السلة يقولك إن الشهد الأول والثاني لعبة لعيبة والشهد الثاني والرابع مدربين ولكن أنا بختلف شيئا مع معقولة دي الشهد الأول والثاني لعبة اللعبة ومدربين المدرب دوره من أول صفارة الحكم للهاية تات والرابع يمكن شغل المدرب بيزيد أكتر لأنه بقى بيبتدي شغل التكنيكا الأكتر وبتقرأ الملعب وبتشوف تبني خطتك الهجومية والدفاعية بناء على ما تم أو ما حصل في الشهد الأول والثاني دور المدرب بيعلى أكتر في تات والرابع كان مجموعتنا ثلاث مباريات الميناء اليمني وفوزنا الحمد لله فرق كبير جدا يمكن يقترب من السبعين نقطة جينا بعد كده على الغرافة وفوزنا فرق برضو كبير جدا يقرب من خمسين نقطة وروحنا بعد كده على الرياضي فوزنا سبعتاش أو تونتاشر نقطة يعني انت فايز باكتساح مبارياتها قبرة على إيه انت هتلعب في دور الستاشر المباريات القادمة وبعد كده دور التمانية وبعد كده هتطلع على دور قبل النهائي اتصور ان انت دور قبل النهائي مش هتصور هو ده القرعة خلاص يعني بشكل كبير هيبقى هتصطدم بالاتحاد السكنداري في السيم الفاينال والناحية التانية غالبا هيبقى كويتي كويتي مع الرياضي لبناني وتقريبا ده كان بالنسبة كبيرة شكل البطولة السنة اللي فاتت بس طبعا بالتفصيل هنتكلم عليها مع ضيوفنا انا مش عايز اتكلم ولا اسبق يمكن خبر ده مش هعد عليه سريعا عشان عاجد ضيوفي اكيد الكرام عندهم كلام كتير لانهم امتابعين البطولة بشكل جيد عندنا كلام هنقوله عن اللعيبة وعن الجهاز هنقسم حوارنا بشكل جيد فمش عايزة استفيد في هذا الخبر بس خلين اقول البعثة بتتكون من مين 14 لعب سيف سمير محمد ابن ناصر اهاب امين عمر الجندي احمد مهيب عمر زهران عمر عزب مروان سرحان عمر طارق احمد اسماعيل مؤمن طريخ خير عبدالله ناصر البلوتريكو والتر هوج النجيري مايكل فاكوادي طبعا فيه 3 ناشئين مسافرين مع الفريق يمكن عبدالله ناصر ومؤمن طريخ خيري يعني نقول اتنين من اصل 14 وحتى اللعيبة البقائين مش لعيبة كبار فيه بعض الندوج ظهر للعبين كتير فيه لعيبة مستوى احسن السنة دي من السنة اللي فاتت وايضا فيه لعيبة محافظة عن المستوى يعني فيه كلام كتير هنقوله عن الفريق مش عايزة استفيد فيه الا مع ضيوفي ان شاء الله في النص التاني من حلقتنا هنروح لكرة طائرة رجال وكرة طائرة رجال تحارب الملل اه والله اذا ما بقول لكم كده الاتحاد الوحيد اللي لم يعلن حتى الان عن جدول مسابقته الاتحاد الوحيد انا بقول الكلام دي يعني السنة خلاص السنة هيلعبه تالت بطولة خلاص ده بطولة العرب هتقلص ورجعي ده هلعبه المرتبط هلعبه تالت بطولة هوا المرتبط على 19 عشر ليد نفس الكلام هيرجعوا يلعبه تالت بطولة موسم كرة القدم دوري كرة القدم يعني علاية عنه رابطة المرتبط نهاردة 18 عشر وحتى جدول مباراة القمة تبقى في الاسبوع الاربعتاش يعني كل حاجة تحددت يبقى الاتحاد يعني انا ما عنديش حاجة تحكي كرة الطائرة حتى الان نم يوني على مسابقته ليه انا بجده يا جماعة عايز حد يقول لي ليه ايه سبب ان اتحاد كرة الطائرة ايه حساباته يعني عايز ياخر الموسم لمين لمصلحة ايه ما هو انا مش فاهم هو احنا دواتي داخلنا عشاء لنوفمبر لا تقالت دوري سيدات ولا رجال ليه يعني ايه السبب ان انا كاتحاد اخر بالشكل ده ده الاتحادات الاقليمية كلها هل الهدف وانا بتساءل يعني هل الهدف هو التأخير شوية عشان ينضم احد المحترفين معين بعينهم عشان يلحق فريق بعينه عشان الدوري في الدوري اللي بلعب فيه بلخص في شهر خمسة يا جماعة فيه الكام ده بيفتح بوابة انا انا ما عنديش اجابة وما بتهمش حد بحاجة ولكن للأسف ده بيفتح بوابة للتساؤلات فيا جماعة يعني انا فريق كورا الطائرة عنده يعني طبعا مش عارف هي لعب انت فاضطر طبعا كابتل محمد مصالح حميده انه يبتدي لعب مباريات فلعبنا مبارا مع الترسانة الحمد لله فوزنا 3-0 وجرب كل لعبته كل اللعيبة جودات حتى عزب واللاعب طبعا الايطالي واللاعب الكوبي كل دول اللعبه في المباراة فوزنا 3-0 ودي تاني مطش استعداد للفريق في الدار المتاز طب الفريق عنده ايه تاني هيسافر اسكندرية من المعاسكر كابتل محمد مصالح حميده هياخد الفرقة كلها وطال ان شاء الله اسكندرية يعمل معاسكر ودي لقطات من المباراة هيعمل معاسكر ان شاء الله في اسكندرية خاصة طبعا بعد انضمام احمد عزب والويجي الايطالي والكوبي يوندر كل دول عم يحتاجين لعبه مباراة اكتر ودية حتى يعود تاني الانسجام للفريق يعني انا مش عايز اعدي على امور كتيرة حصلت ولكن مش عايز اكلم فيها ولكن يعني عندي علامات استفهام وعند جمهور النادي الاهل بشكل كبير جدا على قرارات الاتحاد وعلى الامور اللي بتحصل جوة الاتحاد ربنا يكرم ويعني نشوف يعني تغير في الاتجاه ده والسياسة دي بشكل يعني يكون فيه حيادية اكتر من كده ان شاء الله طيب ده كان خبرنا عن الكرة طائرة رجال وانتمنى لهم التوفيق طبعا كابتن محمد مصالح ميدو واللعبين وان شاء الله يبتدوا يتغلبوا على هذا يعني الملل والتدريب بدون هدف او ان انت مش عارف تحط برنامجك بناء من الجدول للدوري حتى الان لم يعلن عنه ودي حاجة غريبة الحقيقة هنروح لتنس الطاولة رجال عودا حميدا للدوري بدأنا اول مباراة لعبنا طبعا اهل فقوس بدور رجال تنس الطاولة فوزنا الحمد لله بنتيجة 3 صفر حضراتكم بفكركم ان فريقنا الرجال او في مجموعة كبيرة منهم مسافرين او مشاركين مع منتخب مصر في بطولة العالم في الصين اللي انتهت بالفعل وان احنا فطلعنا فيه انجاز تاريخي لدور الستاشر هناك فالحقيقة مجموعة كبيرة غايبة عننا ولكن المجموعة اللي مسلت النادي الاهلي فيه مباراة فقوس كان خالد عصر وعمر بدير ومروان جمال يعني اسامي كبيرة ومستقبل باهر وطبعا غياب محمد البيلي وشمان محمد شمان وشادي مجدي ويوسف عبد العزيز في الصين طبعا ده منعهم ان هم يشاركوا مع النادي الاهلي طيب الفريق بيقودوا مين او الجهاز التنس الطاولة بيقودوا مين كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز والمدير الفني ومع كابتن اشرف صبحي مدرب عام للرجال وكابتن احمد عبد السلام مدرب عام مدرب مساعد الفريق أما الجهاز الاداري فبعدهم احمد حامد مدير اداري ومصطفى عبد الفتاح اداري دي سوري كابتن اشرف هو فتاح رئيس الجهاز والمدير الفني حقيقة هذا الراجل يعني الحقيقة من الشخصيات التي تحب العمل جواء النادي الاهلي وبيبزل كل مجهود الحقيقة دايما مع الرجال والسيدات مش الرجال بس هو ماسك الرجال والسيدات كجهاز جهاز ومدير الفني هو الراجل بيبزل مجهود والحقيقة بيعمل في صمت يعني كابتن أشرف ما شفنا لهش أي صوت عالي أو أي تصراحات هو بيعمل في صمت وبيحصل على البطولات في صمت إن شاء الله وبيخرج لعيبة في صمت يعني احنا عندنا النهاردة أربع لعيبة من النادي الأهلي في منتخب مصر محمد البالي محمد شومان وشادي مجدي ويسف عبد العزيز يعني انت بتتكلم هنا عن النادي الأهلي بيقدم لمنتخب مصر الكوادر الفنية عالية جدا بتساعد في إنجاز تاريخي إن مصر تبقى من أحسن 16 فريق على مستوى العالم في تنس الطاولة ده إنجاز الحقيقة جاي جدا ولم يحصل في التاريخ وإن شاء الله القادم أفضل عمر عصر مصر 5 أولمبياد يعني كان بينه بنت حقيق مداليا مباراة واحدة يعني أصدق لكم إنه وده كان إنجاز تاريخي أيضا كان أول مصر يحصل على المركز الخامس في تنس الطاولة يبقى النادي الأهلي هنا بيدعم المنتخب بشكل قوي وهو ده مش غريب على النادي الأهلي النادي الأهلي بيقدم كوادر في كل الألعاب وكل المجالات سواء رياضية أو إدارية لعيبة أو إداريين أو مدربين وهو ده قدر النادي الأهلي الكبير كبير أعزائي المشاهدين هنكمل أخبارنا بس نطلع لفاصل وأرجع لحضراتكم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد هنروح لكرة الماء ويمكن كرة الماء في النادي الأهلي قعدت فترة يعني متربعة لعرش كرة الماء وبعد كده بعيدنا 3-4 سنين ومناسبة كان الكلام ده للكرة الماء ومحل جنباس كمان أو يعني اللي هو الرقص الإقاعي كنا بعيدنا كمان عن المنصات من 4-5 سنين بدأت الطفرة ترجع تاني وبدأ الاهتمام بقطاع الناشئين خبرنا اللي جاي مع قطاع الناشئين لكرة الماء استطاع طبعا الأهلي يهزم هيئة قناة السويس ببطول الكأس مصر لناشئة كرة الماء فريق ناشئة كرة الماء بنادي الأهلي تحت 15 سنة موليد 2007 فازوا على فريق هيئة القناة بنتيجة 10-4 في مطشات بطول الكأس مصر المطش كانت لعب مبارحة لحمام سباحة نادي هليوبلس وسيطر لعبتنا طبعا على المطش من البداية للنهاية وقدروا يستحوزوا على كرة بشكل كبير وسجلوا 10 أهداف 10 أهداف في السن ده كتير فريقنا هتلعب النهار ده مطش مع المعادف واللي هتلعب برضو على حمام سباحة نادي هليوبلس في حقيقة ليه احنا بنتابع كرة الماء لأنه الناس عاملة شغل الناس دلوقتي بدأت ترجع منصات التتويج والهدف بتاعنا هو المركز الأول احنا بنفس بشكل كبير هليوبلس بنفس الجزيرة على مستوى الفريق الأول يعني الفريقين دول دايما هم في كرة الماء الحقيقة بيهتموا ودايما هي لعبة في الناديين الجزيرة وهليوبلس لعبة بتحظى اهتمام جمال عمومية فالحقيقة يعني لازم انت عاو عايز تفرع في أي مكان أو أي لعبة لازم تهتم بمقطاع ناشئين فعشان كده احنا دايما بنهتم وبنجيب أخبار فرقنا في كرة الماء خاصة بيتبس الجهد كبير جدا 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 في الفرق ده ده بالإضافة طبعا للاهتمام بالفريق الأول فريق الأول النهاردة احنا بنتكلم في خبير يوناني موجود بنتكلم على اهتمام كبير جدا من النادي يعني على مستوى سواء قطاع الناشئين أو الفريق الأول فكان لازم ان احنا نكون متابعين أخبارهم في برنامج الأبطال هنروح لإنجاز تاريخي حصل في الرماية طبعا يعني انتوا عارفين قلنا الحلقة اللي فاتت انه اللي هيفوز من بطولة العالم او ياخد ذهبية في طولة العالم في الرماية في اي بطولة العالم بيتأهل مباشرة الى باريس عشرين اربعة وعشرين اولمبيات باريس عشرين اربعة وعشرين والحمد لله يبدو ان يعني كان يعني فال حسن في هذا الاعلان الحلقة اللي فاتت عزمي محلبة طبعا المصري يتوج بذهبية بطولة العالم للرماية ويتأهل ويكون أول مصر يتأهل لأولمبياد باريس عشرين وعشرين عزمي محلبة لاعب منتخب الموطني للأول للرماية حق المدلة الزهبية في بطولة العالم والتي تتلاقي فيه كرواتيا في المنافسات الإسكيت البطل المصري تفوق على العملاق الأمريكي وصاحب المركز الثاني والقطري راشد صالح صاحب المركز الثالث في النهائي علشان يحقق إنجاز كبير وتاريخي للرماية المصرية لأن هذه الزهبية الأولى في تاريخ مصر لرمية الإسكيت طبعاً دي صورة عزمي محلبة وقدر محلبة أنه يحقق إنجاز كمان هو أنه يكون أول مصر زمولة الحضراتكم يتأهل لباريس عشرين وعشرين بعد فوزه طبعاً بالدهب وطبعاً لازم نفكر حضراتكم مصر هتستطيع بطولة العالم من رماية المسدس والبندقية وهتكون هنا في مصر طبعاً في فترة من 12 إلى 28 أكتوبر اللي احنا فيه في الميادين مصر اللي هم بها في العاصمة الإدارية الجديدة نتمنى إن شاء الله إنه يكون يعني في البطولة القادمة بطولة العالم هتلاقي في مصر للمسدس والبندقية يكون فيه أحد المصريين أيضاً يتأهل لباريس عشرين أربعة وعشرين خلينا أقول لكم إنه يعني كل اللي كانوا متابعين للسلاح المصري ما كانش متوقع أبداً إن محلبة يقدر يحق الدهب وده نتيجة شغل أكيد هو ما جاتش صدفة أكيد جاهدنا تعب وعرق لأن هي منافسة فيها شارسة جداً أكيد كل الفرق الكبيرة وكل اللعيبة الكبار رايحين عارفين نفس اللي احنا عارفينه اللي هياخد دهب يطلع لأولمبياد باريس عشرين أربعة عشرين دايركت على طول ما فيش أي حاجة حتى لو نقطوا بعد كده ما جابتوش تروح فالنهار ده لما تلاقي كل الكم دول من اللاعبين رايحين عشان يحققوا التارجد ده ويفوز بالتارجد ده مصري أكيد ده ما جاش من الفراغ والرماية من الاتحادات اللي شغلها كويس جداً ومشى بشكل جيد حتى كان أداءهم في الأولمبياد اللي فاتت جيد فإذا ننتظر طراماً تخدت دهب تقدر في الأولمبياد تجميلنا مدالية عزمية إن شاء الله كل التوفيق ليك وألف مليون مبروك بإذن الله ننتظر منك المزيد مصر يعني يعني يحقق إنجازها كده أكيد حاجة ساعدنا هنروح للخماسي وهناك أيضاً خبر سعيد لمنتخبات مصر مصر تحظى الزهبية الفرق وفضية الفردي ببطولة العالم لنشيء الخماسي الحديث وده خبر الحقيقة يساعدنا زي ما قلنا إن الخماسي كمان برئاسة الاتحاد المهندشي في الأريان حقق الحقيقة يعني تفرد بيرة جداً في هذه اللعبة منتخب مصر نشيء الخماسي الحديث حقق المدالية الزهبية في منافسات الفرق في بطولة العالم تحت 21 سنة وتتلاقي في بولندا في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر اللي جاي خلينا أقول لكم النقاط عشان تعرفوا حجم المنافسات ازاي؟ منتخب نحق المدالية الزهبية عن طريق محمد الجندي طبعاً عارفين محمد الجندي أخو أحمد الجندي صحيح؟ اللي هو بطل المدالية الفضية في الأولمبياد أخوه والأخوين معتزوا عمر واقل بعد ما احتلوا المركز الأول برصيد 4466 وجي في المركز الثاني فرنسا برصيد 410 وجي منتخب المجر في المركز الثالث 4148 شايفين المنافسة عاملة ازاي؟ كله فوق الأربعة آلاف أنت 4400 نقطة وفرنسا 4100 نقطة يعني ألمستو يعني بقرب لا أقرب عدد صحيح أما على صعيات الفردي فحق محمد الجندي نفسه كمان مركز الثاني والمدالية الفضية برصيد 1512 وبعد البطل المجري واللي جي 1516 فرق أربع نقاط فقط عن محمد الجندي من بطل المجر من أصل 1516 نقطة يعني أربع نقاط لو سمناها على 1516 يعني ولا تيجي حتى جزء من 100 في الألف أما صاحب المركز الثالث فكان بطل فرنسا 1504 نقطة منتخبنا الوطن بيشارك في البطولة دي بقائمة مكونة من محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل ونور الدين كريم ويوسف أورني وأميرة أنديل وملك إسماعيل وزينة عامر وهاني أبو بكر الناس متسانية كتير جدا من الخماس الحديث وشايفين أن هم يعني يستحقوا أن هم يكونوا على مصاد تتويق وإن شاء الله بإذن الله ننتظر منهم مدالية أخرى ومداليات أخرى في باريس 24 كده يكون خلصت أخبارنا خلينا نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان أستقبل ضيوفي بعد الفاصل الكابتر محمد السلعاوي والكابتر مصطفى الشافي هنتكلم معهم وعن بطول عربية الكرة السلة وحلل كل الأرقام توقعاتهم المباريات القادمة ده يكون في فقرتنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية طبعا برحب بنجوم من أورني في سوريا الكابتر محمد السلعاوي نجم بنجوم نادي الأهلي وطبعا عضو لجلة انتقاء المواهب الحالي في نادي الأهلي أهلا بيك يا كابتر محمد أهلا بسهلا كابتر وحشتنا يا كابتر أنت أكتر والله كل السلام أنت طيب إن شاء الله تكون حالة بمميزة ومسم حلو على البسكت والنادي كله إن شاء الله بإذن الله معنا الأول مرة طبعا زميل الملعب ونجم نجوم النادي الأهلي والكابتر التاريخي أحد كبات النادي الأهلي التاريخيين والحق بطولات كتيرة واللي شرفت إن أنا لعبت معاه معانا نجم النادي الأهلي كابتر مصطفى الشافي أهلا بيك يا كابتر مصطفى أهلا بيك يا كابتر هايسم ده شرف ليه أنا لعبت معاك وكان لينا الحمد لله صلاة صلاة وقوالات صلاة وقوالات كتيرة أجل أقول لك يا كابتر أنا سعيد جدا نهاردة وفكرتني بأيام حلوة ربنا خليه كابتر وفكرك إن أنا أول ما جاءت النادي الأهلي أنت سيبتدي رقم 8 طبعا أنت كنت ساعتا بتلبسها ولبستها سنين أخلاق أخلاق لا أمري ما ينسى دي لكابتر مصطفى قالك لا كابتر نايسم أنت كابتني في المنتخب وبدأ أنهاء لعرقم 8 أنا فاكر كويس أول موقف ده طبعا كابتر نايسم دي أل حاجة والله كابتر نايسم أنا حاجة نحن بعيد عن أخلاق كل أخلاقنا دي الأهلي كورو خلينا ليجي كده نبتدي كابتر سلعوي طبعا تكلم عن بطولة عربية والحدث الأهم دلوقتي في البسكت والي كنا نتابعينه بصفة عامة رأيك إيه عن البطولة البطولة شايفها إزاي خلينا نتكلم جانر وبعد كنا نخش في تفاصيل وأرقاط بطولة طبعا البطولة دي بطولة صعبة لأن فيه أربع فرق على الأهل من دمن الفرق مع مستوى عالي جدا طبعا نادي الأهلي رايح الحمد لله كامل العدد بتاعه وفيه نادي لتحت سكنداري والرياضي اللبناني والكويت الكويت الحاجة الحلوة في البطولة دي معاظرة الجماهير الأهلوية لفرقة النادي الأهلي بطريقة يعني طريقة جميلة جدا وطريقة أسعدتنا جميعا برضو هتلاقي الرياضي اللبناني ليه جمهوره هناك نادي الاتحاد ليه جمهوره الكويت كويت بلده بتنطعم لبطولة لكن أنا أعتقد أن البطولة دي هتبقى من أصعب البطولات لوجود أكتر من فرقة وأكتر من منافس الأمور ماشية بحيث أن الأول نادي الأهلي تستطيع تصدر بعد ثلاثة فوز تستطيع تصدر مجموعته وآخرة كان على الرياضي اللبناني وده هيجي طبعا في كلام وهي نادي الاتحاد سكنداري برضو في المجموعة التانية تلعى التاني بعد خسارته من الكويت الكويت في فريق باسكت لكن برضو دي كلها لسه مؤشرات أولية يعني لسه مع الشائرات أولية هو ما يصعب هذه البطولة أن هي تكرار لبطولة العام الماضي أن النادي الأهلي هيقابل نادي الاتحاد في الدور القابل النهائي طبعا دي لسه هي صورة هي كمان لجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتساند فريقنا في الكويت وبمناسبة أنا عايز أقول لك ملحمة كبيرة جدا ملحمة وطبلو جميل بيقدموا جمهور النادي الأهلي العظيم في أرض الكويت وعايز أقول لكم أن في بعض المباراة كان فيه أوقات الدوام والشغل ولكن الجمهور النادي الأهلي أقدم أجازات وجي ساند فرقته وطبعا أكيد الأشقاء في الكويت ساعدوهم على ده منظر جميل وحاجة تفهم وبرضو اللي ساعد أن المنظر ده والطبلو ده أن بقت فرط النادي على قدر المسؤولية وفرقة طرق حتى لو الفرقة ليش هتكسب الجمهور النادي الأهلي بيقول أنه يعني يخلي الطبلو شكل حيح اللي هو أداء الفريق ولكن حتى لو الفرقة لقدر الله ما كانش بالمستوى دي جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم في كل مكان وأنا من هنا الحقيقة بوجه لهم كل التحية وكل يعني 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 هو منظر رائع تتحدث عنه وجبع الوسائل طبعا طبعا أكيد كابت المصطفى يعني أكيد حدث تبعات البطولة وشفت كل الفرقة أكيد يعني إحنا زي حالاتك شفنا مطشل ده ومطشل ده رأيك عام عن البطولة إيه والفرقة المشاركة مش كابتاني سألما إحنا البطولة العربية دي كان طول عمرها في السنين اللي فاتت ما كانتش بنفس القوة الفترة الأخيرة دي يعني السنة اللي فاتت لما الحمد لله نحن قدرنا نكسبها كانت من أقوى البطولات السنة دي نفس الكلام بقت أقوى من البطولة بتاعت السنة اللي فاتت طب السبب إيه ليه بقت قوية كده كده بيتهالي عشان الأهل يبدأ يكسبها فالناس بيتهتم شوية في موضوع ده يعني بتغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اللعيب المصريين اللي موجودين في القالي وموجودين في نادي الاتحاد غير اللي موجودين في الدور اللبناني. غير اللي موجودين في الدور الكويتي. فلا أصراحة البطولة بقت صعبة جدا. وبقت من أصعب البطولات اللي موجودة. طب في بعض المتابعين بيقول إن البطولة العربية دلوقتي بقت أصعب من البسكتبول الفيكالليج لأن التدعمات بتبقى قوية. يعني المحترفين أغلبهم XMB. انت معنا مقولها دي والرأي ده؟ والنتائج اللي كانت فيها للسادة مشاهدين ما كانش متابع البطولة ممكن نقول له يعني ملخص سريع عن ايام البطولة والمباريات هنبدأ باول يوم اللي هو مفتتاح يوم 15 كان نادي الاهل المصري بيلعب مع المينة اليمني ادري النادي الاهل المصري يكسب 133 بس فرق كبير اهو كابتن يعني فرق 80 نقطة يعني طبعا اكبر فرق في البطولة ده اه طبعا اه اتحاد سكندري يوميها كان بيلعب مع اهل حلب السوري وقدر يفوز 99-52 الكويت الرياضي لعب مباراة مع اهل بنغازي كسب 76-60 تمام دي كانت مجموعة بقى صلت الاتحاد اه في صلت نادي كويت الاهل البحريني كسب السد القطري 69-60 البشاير العماني كسب خسر 80-99 من قزمة كويتي الجاهر الكويتي قدر يكسب دجل الجامعة 72-57 وطبعا مش محتاجين يعني نقول يا كابتن ان هم اربع مجموعة اربع مجموعة اه اربع مجموعة متقسمين 16 فريق متقسم لأربع مجموعة الدور ده كله مفيش حد هيتلع برة فيه اه نعم اه الاربع داخلين اربع متأهلين عيجي نظامها ان الاول بالرابع والتاني بالرابع والتاني بالرابع التالت يعني اول المجموعة الاولى هلعب تاني بالمجموعة التانية الرابع المجموعة التانية والتانية هلعب التالت يعني تانية يا كابتن هي اربع فرق في كل مجموعة اربع مجموعة 16 فريق بيلعبوا كل يوم مجموعتين واليوم اللي بعد يلعب مجموعتين تانية بالتبادل يوم بعد يوم صح كده تمام ما فيش حد هيطلع برة اللي أربع دخلين دور السفتاشر طب نروح اليوم اللي بعده يوم اللي بعده كان يوم ستة عشرة يوم ستة عشرة كان فيه الرياضي اللبناني بيلعب الجرفة القطري قدر يكسب أربعة وتمانين ستة وستين أهلي بنغازي خسر من الاتحاد سكنداري مئة اتنين وعشرين أربعة وستين أهلي حلب السوري قدر خسر من الكويت الرياضي سبعة وستين تسعة وخمسين ده على صالة الاتحاد نروح لصالة نادي الكويت قزمة كويتي كسب الأهل البحريني تسعين سبعة وسبعين بيروت اللبناني كسب تمانية وتمانين أربعة وسبعين كسب وداد بفريك والسد القطري خسر من البشاء العماني تسعين ستة دي كانت مفاجئة صراحة أعتقد المقبعة الثالثة والرابعة أقل شوية طيب خلينا نروح لليوم السابع مع كابت المصطفى يعني برضو كان يوم السابع يشهد بعض اللقاءات القوية في يوم السابع سبع عشرة تفضل كتب مصطفى اليوم السابع ده اللي هو كان يوم ده كان تاني مطش للنادي الآلي في المجموعة وده كان الحمد لله كان الآلي كسب في الغرفة القطري مية وتمانية تسعة وخمسين وبرضو هو ده سكور عالي من أعلى برضو الاسكرات اللي موجودة في البطولة والمطش التاني تسعة واربين نقطة بالزبط تسعة واربين نقطة بالزبط والمطش التاني كان الرياضي اللبناني مع المينة اليمني وده برضو خلص مية وتلاتة أربعة وخمسين وده برضو مؤشر أن فرقة الرياضي برضو من الفرق الجمدة اللي في البطولة طبعا هو أطول عمر الرياضي اللبناني من الفرق القوية جدا في البطولات العربية كمان وخاصة في آسيا برضو كمان من الفرق اللي بتنافس على بطولات آسيا ولكمان كابتن هايسم الرياضي اللبناني عمل سبع بطولات عرب أكبر رصيد تيمكن التحاد سبعة عربية البياضة لبناني خمسة الجزيرة المصر الأربعة الجزيرة الأربعة دول خدهم في جلالة الأربعة طول جزيرة لفكرهم في جلالة وفيه بقى الماتش التالت اللي هو كان الأهل بني غازي وأهل حلب سوريا ده كان خلص تسعة وسبعين وسبعين لأهل بني غازي وفيه المجموعة اللي كان فيها بيروت اللبناني ده برضو خلص ماتش كان خلص 84-80 بيروت اللبناني مع دجلة مع دجلة جامعة والماتش الجهراء الرياضي وداد بوفريك برضو خلص للجهراء الرياضي 75-63 بتقالي برضو النتاج بتدل إن فيه منافسة فيه منافسة في المجموعة التانية بس زي طبعا مكاد سراوي قال طبعا فيه أقل شوية من مجموعة الاتحاد ومجموعة الأهلي وفيه كان آخر ماتش في اليوم ده كان السد القطري مع قزمة الكويتي وخلص 90-71 نعم طيب خلينا برضو نخش على يوم اللي هو رابع يوم في البطولة اليوم الأخير اللي هو كان يوم تمانية آه وده كان تقريبا أهم يوم تقريبا في المجموعة نعم إن ده كان فيه الماتش بتاع الأهلي والرياضي اللبناني وكان في نفس الوقت ماتش الاتحاد والكويتي الكويتي والحمد لله كان الأهلي قدر إن هو يعمل جود جيم بالماتش ده وكسب 88-71 وده برضو سكور هايل بالنسبة إن أنت بتلعب الرياضي وإنت تكسبه بالسكور ده صحيح فالسكور هايل طبعا طبعا وفيه الماتش التاني اللي هو برضو كان ايكوال جيم برضو الغرفة القطري والميناء اليمني 78-73 دي كانت مفاجئة بالنسبة لي يعني الغرفة القطري يكسب خمسة منط مع الميناء دي كانت مفاجئة برغم إن الميناء ضيع المجرام عيده كمان عام القام جاد كويس جدا ماتش الكويتي والاتحاد السكنداري وده برضو كان من أقوى الماتشات تقريبا اللي في البطورة العربية لغاية دلوقتي الاتحاد بتيالي الاتحاد خسر هو بسكت من الكويت الكويتي في آخر اه بالزبط كده يعني ده كان ماتش 74 للكويت الكويتي 72 وكان فيه ماتش التاني اللي هو جهراء الرياضي والبيروت اللبناني برضو ده كان اكوى الجيم 88-84 لبيروت اللبناني نعم وودات بوفريك ودجلة الجامعة برضو 86-66 لوودات بوفريك وآخر ماتش كان في اليوم ده كان الماتش الأهل البحريني والبشار العماني والأهل البحريني كسب فيه 68-62 يعني المؤشر أو النتاج بتقول إن احنا الحمد لله النتاج بتقول إن الأهلي ماشي بخطة كويسة وثابت من أول جيم لغاية آخر جيم لغاية دلوقتي المراحل بتاعة الماتشات بتاعة الأهلي دي ميزة إن برضو اللعبة تأخذ على بعض وتتأقلم على بعض عشان الماتشات بتاعة المراحل الإقصائية اللي جاية فبيتهيالي إن يعني إن شاء الله بإذن الله المتاج مبشرة بإذن الله بإذن الله إن احنا نقدر نحافز على البطولة دي السنة بإذن الله إن شاء الله طب كباتي لسأذنكم نروح بقى مور دي تيلز تفاصيل أكتر أرقام أكتر وهو ترتيب المجموعة إحنا قلنا الماتشات وقلنا لحضراتكم ويعني شرحنا مع حضراتكم المباريات يوم بيوم وترتيب أو يعني شكل البطولة بشكل عام أربع فرق أربع كل مجموعة فيه أربع أربع مجامية كل مجموعة فيه أربع فرق وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي وكبتنا الترتيب فكبتين سرعوا حدك ما عليش تاخد المجموعة الأولى والمجموعة الثانية كترتيب وكفرق وكترتيب وكننقاط كمان إن شاء الله دلوقتي إحنا بالنسبة للمجموعة الأولى أول فرقة الكويت كويت الكويت أو المجموعة أول مجموعة تحاد سكنداري لا أنا عايز بقى حضرتك تخدها لي واحدة واحدة ما عليش يسيبوا الصورة دي معنا جماعة شوية الكويت ثلاثة وين يعني ثلاثة مكسب أه بستة بونت أه وصفر اخسارة وصفر اخسارة ليه متين وسبعتاشر نقطة حطوهم أه وعليه واحدة سعين وعليه واحدة وتسعين وليه ست نقاط عايزين بقى كده واحدة واحدة بقى تحاد سكنداري لاعب تلات مباريات خسر واحدة أيوة وكسب اثنين ليه كم نقطة؟ خمسة وليه تلتمية تلاتة وتسعين نقطة ميتين تلاتة وتسعين صح مزبوط نقطة وعليه مية وتسعين معنى كده دفعه كوي اصطب تمام يا كبتن بعدها أهل بنغازي لاعب تلات مباريات خسر اثنين ليه أربع بونت تمام وكسب واحدة كبتن صح خسر اثنين وكسب واحدة أهل بنغازي اه يبقى أربع نقطة ميتين وتسعة ميتين وتلاتة ليه ميتين وتلاتة ليه وميتين تسعة وستين ميتين تسعة وستين عليه تمام أربع نقاط الأهلي حلب لعب ثلاث مباريات خسر الثلاثة عنده ثلاث نقاط له 182 وعليه 345 245 صحي كده نخش على المجموعة التانية أستاذنا حدك برضو المجموعة بتاعة الأهلي المجموعة الأهلي الأهلي المصري لعب ثلاث مباريات ما فيش خسارة الحمد لله حط 326 بونت وعليه 183 لا تعال بقى نقف على الرقم ده الرقم ده 300 كام يا جماعة 326 طيب ده الرقم ده كده بالأرقام اللي احنا شايفينها دي يا كابتن كده الأهلي أقوى هجوم أقوى هجوم صح كده؟ طبعا يعني بارئ بينه مثلا بين أي فرقة فوق المتر يعني احنا هو هو يعني هو كله في المتنات في حد في 300 يا جماعة مفيش حد في 300 احنا الواحدين اللي في 300 فكده انت أقوى هجوم ريح طب لا احنا محتاجين معلش يا كابتن هنقف شوية بس هرجع لضيوف يا جماعة ورجع نكمل لمجموعة تانية طيب انت بقى كابتن سلعوي بوجهة نظر حديةك وهجي المصطفى معلش يا جماعة رجعوننا تاني وهنرجع للصورة دي تاني بعد كده بس ايه هعايز اقف عن نقوى من الهجوم ده كابتن سلعوي رأيك ليه احنا أقوى هجوم احنا اقوى هجوم عشان بنلعب بنظام وبسيستم هجومي متغير في كل معظم المبارات عندنا فاصل بريك سريع جدا عندنا رباوند فالرباوند بديك فاصل بريك فالفاصل القصدي يعني عشان نبسطها ان احنا بناخد هجوم سريع على البسكت الهجوم السريع ده بيجي من قيم ان احنا نقدر نستحوز على السلتين فاحنا في الدفاع بمستحوزين على الكورة وفي الهجوم مستحوزين على الكورة فاعتقد ان ده ويدخل فيه نسبة تركيز في الفاول شوتينج في الرمية الحرة نسبة تركيز في البنتين ونسبة تركيز عالية عندنا في تلتة بنت كل ده بيساعد ان انت عندك هجوم جيد والدفاع الجيد هو اللي بديك الهجوم الجيد لو بصيت حضرتك للدفاع هتلاقيه احنا داخل 183 بنت فينا اقل فرقة برضا ما انا هرجي الدفاع بعد كده بس برضا عايز اخد رأي كابت المصطفى طبعا يعني فيه حتة نفسها ما عليش اسمحول اقولها انه طبعا احترام الخصم ظهر ده النادي الاهلي بينزل بيلعب قدام اي فرقة بمستوى ما بينتظرش ان هو يلعب على قد مثلا مستوى الفريق المنافس بيحترب الفريق بينزل لعب بكل قوة هستغذينا برضا لكابت المصطفى من وجهة نظرك ليه النادي الاهلي اكوى هجوم بس كابتنا عيسم يعني ممكن ده كان فيه عيب عندنا احنا كالعيبة ان انت لما بتستسهل الجيم خلاص انت عارف ان انت كذبان الجيم فممكن ما بتدس شوية بالزبط كده ممكن تفوك شوية بتهيالي مستر اجوستي مانع الكلام ده من السيزون اللي فات وانا شايف وملاحظ الكلام ده في المادي الاهلي ان مفيش فرق من الخصم اللي انت بتلعبه انت بتلعب فرقة لو كانت هي ضعيفة زيها زي بطل اي دولة تانية فهو ده اللي النجح النادي الاهلي وزي ما كابت السرعوي قال احنا الوفنس بتاعنا عالي بسبب ان احنا الديفنس بتاعنا عالي هو ده اللي مسهل علينا الوفنس ان احنا نسب بتاعتنا في الفوست بريك بتبقى اعلى يعني احنا لو جينا بصينا او تفرجنا على المتشاط هتلاقي ان احنا عندنا النسب بتاعت الفوست بريك نسب عالية جدا يعني احنا ما بنقفش نرعب خمسة على خمسة كتير او قليل اول لما بنقف نرعب خمسة على خمسة بسبب ان انت بتعمل جود ديفنس وبتجري فاست بريك فغير طبعا خبرات اللعيبة اللي موجودة يعني ومتمثلة طبعا في وولتر هودج وعمر الجندي والموهبة والخبرة ايهاب امين مع العناصر الشابة بيتهيالي ان التوليفة اللي معمولة في فرقة النادي الاهلي هي اللي منجح الكلام ده مع طبعا مستر اوجست ان هو عامل كنترول على الفرقة تفسر ايها كابتن ان كل ماتش هدف شكل يعني برضو دي حاجة لازم اتوقف عندها كل ماتش يعني اول ماتش كان الهدف والتر على ما تذكر لا لا كان عمر زهران المباراة اللي بعدها كان والتر هودج بتعرف المباراة التالتة هو كان والتر هودج برضو عمر الجندي كان التانية التالت تتفسر في ايه تنوع يعني الهدفين كل مباراة ان انت ما عندكش نجم كابتن هيسم دي ميزة كبيرة اوي ان انت بتعتمد على كل اللعيبة اللي موجودة بالرغم لهم كلهم نجوم بالزبط انا مقصودش مش قوزي تقليل من حد احنا ببنعتمدش على حد يعني لو لعيب اللي قدر الله مش موجود او اي حاجة لأي سبب امان الفرقة الاهلي مش هتقع الحمد لله يعني وهو ده اللي مستر اوجستي عمله في فرقة النادي الاهلي ان احنا ببنعتمدش على حد زي ما حاكت قلت كده احنا ما شاء الله عندنا الناشئين يقدروا يشيل انت عارف كابتان هايسام احنا زمان كنا في الوفنس كنا بنعتمد على لعيبة معينة ان هي تخلص لنا بالزبط كده لا انت دلوقتي انت وانت بتلعب النادي الاهلي الموضوع صعب بالنسبة لك انت مش عارف سيكسين انت عندك المفاتيح اللعب كتير او فرقة النادي الاهلي وده الصقة اللي مستر اوجستي هو اللي موصله للعيب ان انا الصغير زي الكبير عندي انا ما عنديش نجم انا عندي اللعيبة كلها زي بعض اذا كنت انت هتلعب قد ايه وقتك قد ايه بأداءك في الملعب فالصراحة بين او من الارقام القوة بتاع في النادي الاهلي في الوفنس وفي الديفنس يعني ولو هنرجع لموضوع الديفنس احنا برضو اقوى فريق يعني احنا داخل فينا 183 لا انا هروح لديفنس تاني بقى باستفادة كمان بس انت الهجوم رأيك ان احنا مش فرقة نجم واحد احنا فرقة نجوم كلنا ولكن النجم بأداءه في الملعب وبالتزامه بدليل ان احنا الهداف اول مباراة كان عمر زهران من 30 نقطة بعديك ييجي عمر الجند في المباراة التانية مع الغرفة القطري براتية 19 نقطة ييجي وولتر هوج في المباراة التالتة براتية 26 نقطة يعني اصدق لك انه هو متنوع متنوع انا بس اضافة صغيرة ان انا بقايد كل الكلام اللي قاله كابتن مصطفى الشافعي بس ليه اضافة صغيرة ان من خلال متابعاتي يعني ان خلق المنافسة ما بين الناشئين والكبار هي السبب الرئيسي في الشغل ده بالضبط ودي عنصر مهم جدا ان فيه طوالله ما فيه عنصر منافسة بين الكبير والزغير وكله خايف مستفيد الفرقة وكل واحد عايز ينزل يقدمه هو عليه باقصى طاقة لانه عارف ان فيه فيما حالي يجبتها منظور يعني نفس الكلام اللي قاله مصطفى بس منظور فاخر انت عايز تحجز مكانك في الملعب نفس اي حد مجهودك بدراعك وريني شغلك وريني هجومك يعني هنا حتى فيه كور مستر اجوستي بيبقى حين الفرق تلاتين واربين نقطة وكورة ما تعجبوش بيزعه بغير لا بيروح ساحب عطون ملعب هو لديه سياسة في فرد اسلوب لعب وعلى احترام الخصم زياد فرد اسلوب اللعب انا اللي هتحكم في الرتم التعجيم مش انا اللي اجري ورا الفرقة التالية وخلينا انا عايز اتكلم بقى باستفادة اكتر عن الدفاع بس خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع بعد الفاصل دي اجعل نتكلم عن الدفاع وليه النادي الاهلي اقوى دفاع في البطولة ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد يمكن اتكلمنا بالفاصل عن ارقام النادي الاهلي والنادي الاهلي اقوى دفاع وهجوم بالارقام في هذه البطولة ولكن انا عندي كلمة عايز اقولها بالمرجع طبعا لضيوفي وهو ان احنا حتى الان ما عملاش حاجة يعني برضو لازم يعني الرسالة دي توصل للعبين وتوصل للجمهور احنا اداء كويس ولكن النادي الاهلي لا يعترف الا بالكأس خدنا الكأس وتحط وشناه احنا نحتفل ونفرح انما كل ده تحليل ارقام وليس فرحة اداء الفريق كويس تمام ولكن البطولة تتاخذ وناخد الكأس ونرجع بي ان شاء الله على القاهرة يبقى احنا كده نحتفل ونمبسط انما حتى هذه اللحظة احنا بنحلل ارقام وبندعم الفريق كابتن سلعاوي احنا قلنا ان الفريق النادي الاهلي اقوى دفاع ب133 نقطة بس دخلوا في النادي الاهلي ليه اقوى دفاع من وجهة نصر 183 حدك شايف ليه احنا اقوى دفاع لان لو انت بسط للدفاع اتلاقي متوسط اقل من ال60 نقطة 183 او ال61 او ال61 نقطة فده بيتمثل ان انت عندك منظومة دفاعية قوية جدا ليه لان الراجل مصمم عليها الراجل في التمارين اللي ما بدفعش بيه برا الراجل عنده تصميم على وجود دفاع الدفاع هو اللي بيديك بسكت السهل هو اللي بيخليك تبقى انت في الجيم طب اين هو الدفاع اللي بيحبه مستر اجوستي موجة نزك الفنائي هو بيميل جدا للمان وفي الزود هل مانتو مان ضاغط من اول ملعب او مانتو مان من نص الملعب شكل اتفاع اعتقد نص الملعب تالي البوينجارد من البداية والباقي كله بيرجع اه بيرجع وكده مع ان ان احنا كان عندنا مشكلة مبارح شوية في المباراة في التلوع من البريس بتاع النادي الرياضي اللبناني في اول الجيم لكن هو نظام وبعدين اصلا النادي الاهلي برضو لو جينا المدربين السابقين لمستر اجوستي كان برضو اشرف طفيق وغيره كانوا بيهتموا بالدفاع جدا جدا فانت عندك الاساسيات فهو حتة التنظيم اللي بتجي مع المدرب او الرؤية بتاعته او السياسة بتاعته الجديدة اللي بتحط عشان يعمل استراتيجية للدفاع بتختلف لكن اصلا النادي الاهلي كمنظومة عنده الدفاع جيد الدفاع جيد وبيهتم والدفاع هو الاساس الاساس هو اللي بتديك السهل ومع ذلك انت اقوى جوه اه يعني انت اقوى عشان انت ادفاع كويس حلوة النقطة دي اه يعني الفاع جيد هو اللي وصلت طبعا طبعا كلام مزبوط يعني من ضمن الحاجات الكويسة الولد عمر زهران اه عمل ريباوند وخد الملعب 26-28 متر راح اطليه انا عمل جود دفنس وعنده حماس الدفنس فرايح الملعب تفتح ورايح بيجري 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 سهل ثقة كمان مصدر جوست يعني طبعا اصدى اقول لك العاية بلعب بثقة مش الانو لو قرى زي دي جلها هيسحبه او هيقول له او بتاعدي مهم جدا وعلى فكرة ما بيسحبش اللي بقى فيه حاجة في الدفاع في الدفاع وحاجة تكشفت اه كشفت يعمله تراب عليه او فخ لي يعني كمسيادة وكده لكن في الحاجات دي هو بيزع بيتدايق بيعخو ده لكن هو من مداربين مصممين على الدفاع نعم وبرضه الدفاع انه يتحط في الماتشاد 60 بنت الدفاع جيد جدا طب كانت مصطفى وجهة نظر فنية ليه النادي الاهي اقوى دفاع حتى الان في البطول بوسكت عيسم وحنا اول حاجة لازم الناس بعرفها ان البوسكت بول اصلا الدفنس يعني رقم واحد الدفنس انت عشان تكسب اي حد لازم تتعمل تجو الدفنس عشان تعف تكسب فده اللي هو بالضبط مستر جوستي مركز عليه يعني لو انت شفت طريقية تتفرج على الماتشاد هتلاقي ان مستر جوستي في الأوفنس هادي الطباعة يعني في الأوفنس هو ما ما بيتعصبش على حد بس في الدفنس مع الغلطة يقدر بيتعصب ليه ان هو ده مكسب او هو ده مفتاح المكسب في أي ماتش بتهالي مستر جوستي بيميل للمانتومان وبييميل كمان للمانتومان وقوع على على حسب كل جيم بمعنى بمعنى يعني احنا مثلا بيبقى فيه موضوع الاسكرين بول ده بيبقى ليه كذا طريقة للدفاع انت اتدافع عنه على حسب كل جيم وامكانيات اللعيبة اللي بتاخد الاسكرين يوحد تاخد الاسكرين شويت بالزبط كده بالزبط كده فهو ده اللي منجح النادي الاهلي في الموضوع ده اراية الماتشاط واراية الجيم قبل ما تلعبه وان انت توصل للعيبة بتاعتك ان الفرق دي بتعمل ايه وكل لعيب ايه مميزاته ايه عيوبه انت بتبقى كلعيب نازل الموضوع سهل بالنسبة بالزبط كده انا عارف ان اللعيب ده بيشوت كويس فانا همنعه مش هخليه شوت هممكن اسيبه يدخل انه هو مثلا نسبه من تحت الواسكت اوه عند حد طويل تحت الحلقة هيشله يعني عمر طريق موجود هالي الدخول بيبقى مش بسهولة بالزبط كده فهي قرية الجيم اللي هي بتبقى قبل الماتش بتبقى اهم كتير قوي من الماتش نفسه ان هي المفاتيح اللي انا كلعيب لما يجي كوتش يقول لي مثلا انت اللعيب الفناني ده هتمسكه بالطريقة انا ما بقاش محتاج غير شوية قلب ان انا بس بموت نفسي في الدفنس عشان اطبق الكلام اللي كوتش اقول لي وهو ده اللي منجح النادي الاهل من السنة اللي فاتت الدفنس لو جينا بصينا احنا كنا طول عمرنا يقولك ايه احنا لو قدرنا نخلي الفرقة دي ما تحطش 60 بمت احنا كده كسبنا براو حتى لو الوفنس بتاعنا النهاردة همش موفقين بس هم هم يجيبوا 60 بالزبط كده اقل من 60 بالزبط كده ودي النسبة اللي باين يعني 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 النسب اللي باين انا ما احترامي للفرقة كلها مش مش معنى ان الفرقة ضعيفة فانا قدرت ان انا خليهم يحطوا اقل من 60 بمت لا الوضع مش ضعيف بالزبط كده انا الدفنس بتاعي الوضع بس ده اللي خلاني اكسب ان انا بخلي الفرق لا انت مش هتحط فيها اكتر من 60 طب خلينا اقولك برضو يا كابت المصطفى ان الدفاع بيبقى كذا يعني او اكتر من محور انت عندك مثلا اللعيبة الطوال لازم بتتحرق بشكل جيد عشان تغطي على اللعيبة الجردات اللي برا طبعا عندك الجردات ازاي تعمل بريشار عالكورة يعني تفاصيل الدفاع دي تفاصيل كتيرة جدا طبعا عايزة عدد ساعات تامرين كتير شايف ده يعني انت اكيد حضرت تامرين كان مستر اجوستي كلها بنحضرها شايف انه مستر اجوستي ادى زي ما قال كابتن سالعاوي ادى الناحية الدفاعية ولقى ارض خصبة عند اللعيبة وعند قسيات مضبوطة عند اللعيبة عشان كده الشغل ده بان بالزبط طبعا ده بص يا كابتر نايسام اهم حاجة ان الديفنس ده منظومة يعني ما ينفعش ان احنا مثلا لعيب من الخمسة اللي في الملعب يعمل ديفنس الواحدة والاربعة تانية قاعدين يتفرجوا عليه هتفشل هتفشل طبعا فهي المنظومة الكاملة ان احنا الخمسة لعيبة بندفع على الفرقة دي يعني انا ممكن انا بعيد عن الكورة بس اللي هي دور في الديفنس وقفتي في الديفنس مخليا ان الملعب زحمة شوية بالنسبة لفرقة تانية بالزبط كده الحاجات دي كلها مش من فراغ الحاجات دي كلها بالتدريب والحاجات دي كلها ان احنا مع التكرار احنا طبعا انا يعني حضرت تمرين مستر جوستي وطبعا انا عشان قريب من الجهاز الفني وكلهم صحابي فبتكلم ووفهم منهم لا التفاصيل الصغيرة في الديفنس مهمة جدا وما بيسيبهاش بالزبط كده هو ما بيسيبش التفاصيل الصغيرة دي التفاصيل الصغيرة دي اهم وقفتك وانت بتواجه مانك وقف ازاي اللعيب اللي معك كورة انت بتضغط عليه بشكل عامل ازاي هلبك ازاي بالزبط كده بالزبط كده فالكرام ده كله التفاصيل دي اهم حاجة في الجيم يعني الجمهور بالنسبة له المتعة ان العيب يحط بسكت ويجيب بسكت وعمل ازاي تفاصيل كبيرة قبل كده بالزبط كده بس في تفاصيل صغيرة ميستر اوجستي هو ده اللي زرحها في اللعيبة يعني انا عشان كده بقولك كابتن هايسم ايه زي ما الكابتن هايسم قال هو مفيش فرق هو فيه ان انت موت نفسك في الملعب ولا مش معنى ان انا لعيب كبير ان انا معملش دفنس ما فيش الكلام ده لا هتدافع يا باشا بالزبط كده بالزبط كده حتى لو انت هتحطيلي 30 بونت لو مش هتعمل دفنس ده قعد ساعات مدربين بيتضعف يعني فيه اوقات كتيرة كابتن سلعوي مدربين بيعرفين كابتن مصطفى بيقوله ده ويبقى عارف كويس اول اندفاع هو الاساس وييجي مع المتشاط وضغط الجماهيري وانه عايز لعيبة تحط بسكت يبتدي هتغاضى او يدور وشه عن الديفنس اللي عيبة نجوم شايف ده بيحصل لا عندنا ما بيحصلش بس هي هو زي ما مصطفى قال ان من اكبر ايجابيات الراجل ده هو التفاصيل ما بيفوتش التفاصيل يعني هو بيبقى واقف عند نقطة معينة مركز عليها فاللعيب لما بيشوف المدرب مركز في الحاجات دي ما بيعملهاش وعارف ان هو تحت الميكريسكوب على طول لو ما اشتغلش كمنظومة واحدة في الدفاع وعمل المطلوب منه وعمل المطلوب منه هتطلع عارفتش طب خلينا برضو نقطة مهمة جدا نتكلم فيها كابت وولتر هوج وولتر هوج احنا شفناه في بورتويكو وشفناه قبل ذلك في الزمالك هو وان من شو هو رجل بهسكورر هداف عنده امكانيات كبيرة جدا تؤهله للعب في احسن دوريات في العالم ولكن احنا شفنا ان وولتر هوج عدل من طريقة لعب واصبح دوقتي معه اربع خمس هدافين في المرعب هو عدل عشان دي هو مش عدل علشان هو اي لعب محترف بيجي ليه نظامه وليس ببجاية عارف ان هو وان من شو لكن هو في الزمالك غير في الاهلي ايه فرق وولتر هوج مسلا بلاش نتكلم على الزمالك وولتر هوج بورتليكو وولتر هوج النادي الاهلي ايه الفرق اللي انت شايفه فرق وايه شايف الادوار هل هو يعتبر لعيب من خامة معينة وماشا معينة انه ينفس تعليمات الجهاز الفني سواء دفاعيا ان المحترفين وحدك عارف وانا عارف مصطف عارف محبوش يدفع محترفين عايز يحط 30 بنت عشان السيفي بتاعه عشان يبعت يجي له ادبر هل شايف ان وولتر بدفاعه ده وانه في الهجوم بيغازي اكتر اللعيب اللي حواليه ان هو يلعب شايف ده ازاي اولاك شايف ده ازاي كرؤية كرؤية قطة يعني تتصيب او تكون غير صائبة هي طبعا وولتر هوج معدل السن بتاعه يعتبر بالنسبة اللعب باسكت كبير 36 سنة 36 سنة اوكي فهو جاي لعيب زكي ولديه خبرات متعددة باللعب في دول كتير منه من الكويت الكويتي السنة اللي فات صحيح قبل ان يروح مرتريكو فهو عارف طبيعة يعني ايه عارف طبيعة المصريين مدارس المختلفة مدارس المختلفة فهو بيعمل ايه وعارف ان هو مطلوب منه بقاءه في الملعب لفترات طويلة فهو بيعمل ايه بيبقى بيجيله شوطة فاضية بيروح اخدها بيجيله شايف واحد بيجري بيبصيله فهو بدأ يوفر مجهوده لكن في الاوقات الحاسمة زي انبارح ادر خد المباراة على عيده صح فهو لعيب زكي لما انبارح اعتلنا اه وبدأ خلاص انا بقى اطلع بقى وانوش اللي جواه اه خلاص لازم اطلع وحط وده كابتن اللي كان فرق بيننا معلش القاسي ده تومسو نسان فاتت هو ده اللي كان فيه حالة من العدم الرضا ليه فيه اوقات بتعطل المكانات بتاعتك انتراج المحترف انا مستعين بيك عشان انت تيجي تقويني فلازم لما اعطل اشتغل اه اشتغل ليه لان وبعدين برضو يعني الحمد لله فرقة الاهلي مش في كل مرة مش هيبقى فيه العطل ده يعني مثلا ايه الفريد اللي كانت بتقامد على مفيش نجم النهاردة انا ومصطف الشفعي كويسين بكرا انا وانت كويسين بكرا انت فلكن هو زكاؤه وحنكته انه بيوفر مجهوده لبقاءه الاطل فهو بدأ يدافع لانه بيوفر مجهوده شوية فهو فيه شوطة بياخدها نسبة عالية جدا فهو الشوتنج بتاعه قوة تركيزه فيها ولما بدأ العملية بيحس انه لازم انا بقى اقوم بدهوري بدهوري كلعيب محترف انا جاي اخدي لكن ذاك جدا بساطه عينه رؤيته كويسة جدا للملعب عنده زكاء زكي جدا ماشاء الله زكي جدا لكن ده برضو بقولك لانه لها دايه خبرات كتير خبرات في اسيا انه لها فقنديا في اسيا خبرات في مصر خبرات في دول امريكا تريك وغيره وكمان هو قدى الدور اللي طلبوا منه اجوست اجوست وهو كمان اهم حاجة ان فيه ثقة ما بينه وبين اجوست دي اهم نقطة ممكن احنا نتكلم فيها ده بيسك في ده فاخد بالك ده زائد ان اجوست بيغز فيه حتة لأ انت برضو نجم نجم طبعا طبعا لكن السقة السقة هي دي السبب رئيسي نعم طب كابت مصطفى يعني بحتاج اسمع رأيك برضو عن نقطة دي يعني ليه وولتور كده بوسك ترهيسي احنا طول عمرنا بنفكر في المحترف بطريقة غلط شوية احنا نفكر في المحترف ان احنا عزين المحترف يحط 30 بونت 40 بونت نعم وده اثبت صراحة ان ده مصصح يعني احنا لما جاء كان عندنا محترفين بتحط 30 بونت بس مقدرناش نكسب بيه مقدرناش نقض بطلات بيه نعم احنا نيستغفرة الاهلي من الاول ان احنا ما عندناش النجم احنا عايزين اللعيب اللي يعرف يعمل كنترول على ملعبه وفي نفس الوقت زي ما كابسر عيو قاله وحضيرك وقلتها كابتر نيسم ان فيه توقيت انت كلعيب مصري ما بتبقاش موفق النهاردة انت مش موفق محتاج اللعيب اللي يشيلك هي دي مميزات وولتور ان هو يعني الوان منشو بالنسباله مش ان انا حط سكور هو بالنسباله ان انا ازاي اه اه بالزبط كده بالزبط كده انا عندي الحلول بتاعتي بس انا شايف ان الفرقة حلولها ماشية وزي ما قالك بسرعوي السن موضوع السن ان هو 36 سنة ده هو برضو زكي ان انا برضو انا مش هقدر العب كل جيم بنفس بالزبط كده بالزبط كده وفر مجهودي للوقت ونفس الاسطوب الدفاع اللي طالبه مني بالزبط فطبعا اختيار وولتر السنة دي انا شايفه اختار موفق جدا وان شاء الله باذن ايكمل بنفس المستوى ده ان زي ما حقيق قلت برضو احنا المحترفين مفيش حد مفيش محترف يعمل دفين سوى كل اي محترف ييجي عايز بس يعمل الشو بتاع ويحط سكور عشان خاطر بيفكر في السنة او يمثل ان هو بيعمل دفين بالزبط كده عشان السنة اللي بعدها رايح فين انا بالنسبالي وولتر صراحة حتى لما لما جي مصر وهو لا لعيب زكي لعيب ناجح هو عارف هو عايز ايه وعارف وفاهم ان الباسكت بالنسبالي مش ان انا حط سكور وعلى لا بالعكس انا اكسب واجيب بطولات خاصة ان معاه مدرب فاهم بالزبط كده مش مدرب بس بيبص في سكور واجب كان بونت بالزبط كده بس بجيره بونت بس مشغل الفرق ومكسب بالزبط كده صحيح طيب اعزائي المشاهدين خليط لعلي فاصل هنرجع بعد الفاصل بقى نكلم عن بقية ترتيب الفرق والدور الجديد ان شاء الله هيكون ازاي وشكله ايه ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد ونكملين طبعا تحللنا وحواراتنا وكلامنا عن بطولة عربية لكورة السلة اروح لكابتن سلعاوي احنا كنا توقفنا كابتن في المجموعة التانية عند النادي الاهي في الترتيب نكمل ترتيب المجموعة الرياض اللبناني بيقع في المركز التاني لعب مباريتين خسر مباراة مع الاهل المصري الليه 258 وعليه 308 208 208 208 208 وبعدين الفرقة التالتة الغرفة القطري لعب خسر مباراة من اتنين وحط 203 وعليه 2065 وستين تماما كابتن وعند اربع اربع نقاط وبعد كده يجي الميناء اليمني سفر مكسب مفيش مكسب خسر التلاتة ليه 180 وعليه 311 كتير بس الفرقة دي انا شفتها هي عبارة عن فرقة نشأة يعني اه نشئين المجموعة تانية كابتن ونظرا طبعا للظروف اللي بتمر بها اليمن فأنا اعتقد ان المستقبل الفرقة ده هيبقى كويس طب كابتن عايزين انكلم على تحاسكنداري طبعا اه كويس لانت برضو فتحت كابتن عايزين بلا وقتك موضوع على تحاسكنداري تحاسكنداري بيمثل مصر برضو زي ما النادي الاهلي بيمثل مصر المطولة كل احترامنا لي المنافسة شيء جيد جدا ولكن في الاخر هو بيمثل مصر نادي تحاسكنداري تعرض لتلات اصابات اسماعيل احمد عمل عملية غادروف قبل المطولة شوشة اصابته صعبة شوية اصاب في في صباع ايدو بكسر تقريبا ف من ده نزل مصر يعني وان شاء الله يرجع الملاعب في اصرع وقت لانه من العناصر المهمة اللي هندي والمنتخب طبعا وفودة برضو اتعرض لكادمة بسيطة لكن شاء الله تكون بسيطة ويقدر يلحق في المباراة انا عرفت انه فودة هيجيب عن الغرفة بس هيلعب بعد كده المباراة اللي بقى نادي دي حاسكندري هو اللي اعلن كده كميل نادي دي حاسكندري هو رقم واحد في البطلات العربية عنده سبع بطلات عربية وبيعتبر السنادي اللي اضاف اناس اسامة واضاف يوسف شحاتة ومن الحاجات الكويسة المدير الفني جديد اه ومدير الفني جديد وطبعا المدير الفني جديد جاي بعد كابتن احمد مرع صاحب الانجازات كبيرة جدا مع الاتحاد وسبورتنج والجزيرة ولكن احنا بنتمنى له التوفيق لكن طبعا اعتقد ان القرع راح في الاخر اللي احنا كنادي اهلي هنقابل نادي الاتحاد اسكندري وبرضو في الاخر يبقى لقاء مصري واللي ربنا وفقه نتمنى يكسب البطولة ان شاء الله نادي الاتحاد يكسب ان شاء الله ونادي الاتحاد اسكندري يعتبر برضو من الانداء العريقة في اسكندري وفي مصر يعني كل احترام ومنظومة جيدة جدا مصروف عليها كويس اعدادها كويس كل احترام طبعا للادي الاتحاد ولعابته جمهور للادي الاتحاد الكبير كابتل مصطفى المجموعة الثالثة والرابعة وترتيبها بصي كابتل نادي المجموعة الثالثة تقريبا المجموعة اللي هي المستوىات وكلها متقاربة لا ان في قزم الكويتي اول المجموعة كسبان مطشين وخسران مطش وليه في الوفين 262 وعليم 27 مع خمس نقاط عقام كلها ريضة بالزبط الاهل البحريني برضو كسبان مطشين وخسران مطش 214 ليه وعليم 2212 خمس نقاط البشاري العماني كسبان مطش وخسران مطش وخسران مطش أربع نقاط ليه 234 وعليم 2253 نقاط السد القطري كسبان مطش وخسران مطش 2232 ليه وعليم 2232 بس المجموعة دي كانت نتيجة تقارب والمستوى كانت مجموعة قوية بالزبط كده يعني أول وثاني متساويين متساويين وثلاثة وربع متساويين فهي دي تقريبا أكتر مجموعة فيها تساوي فيها منافسة بالزبط نجي بقى المجموعة الرابعة طبعا أول مجموعة بيروت اللبناني كسبان ثلاث مطش بستة بمط ليه 266 وعليه 238 الجهراء الكويتي كسبان اتنين وهو تاني المجموعة وخسران مطش ليه 231 وعليه 288 برضو مع خمسة بمط وكهي دجل الجامعة خسران مطش وكسبان مطش وخسران مطشين اتنين وعشرين مع اربعة بونت وده دبو فريك برضو خسران التلاتة مطشط في المجموعة ليه 233 وعليه 239 مع تلاتة بونت وده تقريبا دي المجموعة الرابعة ومعيشة كبتها يسا بس أنا عايز أقول نقطة واحدة بس إن إحنا نقطة برضو لازم الناس تاخد بالها منها إن الاتحاد السكندري يعتبر تاني أخوى فرقة بالأرقام بعد النادي الأهلي يعني إحنا لو جينا بصينا في الأرقام هنلاقي إن هو أوفنس هو 293 وعليه 190 والأهلي في 183 يعني الفرق في الدفنس بحثة صحيح سبع بونت كلام صغير يعني مش كلام كبير فبرضو لازم ببقى برضو بمدفاع قوي التحاد السكندري بالضبط كده يعني وحما الدفنس قوي السرب السرب اهتمه بالحكتين الدفاع القوي والشوتين فدي برضو معلومة التصويب الناس برضو لازم تبقى عرفها إن برضو التحاد السكندري بيعمل جود دفنس وعنده الوفنس برضو كويس جدا برضو 293 في التلات مطشط أنا مش شايف أي فرقة في التسعنات 292190 دي ما فيش فرقة تانية ما فيش خالص هو الأهلي 326 وبعدين الاتحاد 293 ويجي قزمك كويتي والبالوت اللبناني بـ 262 بس بس كده يعني انت أصدق ملاحظة كويسة أن نادي الاتحاد السكندري المصري هو تاني أحسن أرقام اتفاعاً وهجوماً بعد نادي الأهلي في البطولة أو يمكن نادي الأهلي في الهجوم معدي كل الفرقة تلتمية 26 وفيش حد جاء بس في ملاحظة تانية يا كابتن خدت بالي أوائل المجموعة المجموعة اللي هو الكويت الكويتي والأهلي المصري وبيروت اللبناني دول مخسروش مخسروش ولا ماتش إنما القزمة الكويتي أول مجموعة التالتة خسر مبارا بزبط يعني فيه ثلاث فرقة بس 16 فريق مخسروش ولا ماتش طب كابتن أكيد السادة المشاهدين بتسألوا المباراة اللي جاية مع مين وإنسا وشكلها إيه أتسألناك كابتن مصطفى تستعرض مع السادة المشاهدين واستعرض على شاشتنا دلوقتي جدول المباراة القادمة بمواعدها ودي طبعاً مهم جداً لجمهور النادي الأهلي عشان يعرف مباراة النادي الأهلي أهلي المجموعة تفضل لك طبعاً النهاردة طبعاً راحة لكل الفرق عشان هنبدأ بدور الـ 16 من يوم لتنين إن شاء الله اللي هو بكرة في أول ماتش فيه ساعة واحدة الظهر لتحاد السكندري مع الغرفة القطري بتوئيت الكويت بتوئيت الكويت بتوئيت الكويت يبقى بتوئيتنا 12 هما سبقلنا أما بعدين بساعة نحن النهاردة هيبقى ماتشات 12 الظهر الموايد اللي أنا أقول دي يا جماعة موايد الكويت فأنت ترجع ساعة إحنا 12 يعني 3 تبقى 2 4 تبقى 3 وهكذا تفضل يا كابتن من أسر الماتش التاني خزم الكويت وداد بوفريك ده اللي هو ساعة تحاد السكندري والغرفة القطر آه بالزبت الساعة واحدة بتوئيت الكويت على صالت يا كابتن هو كل الماتشات قريباً في صالت الاتحاد تمام تمام يا كابتن كل الماتشات في مرعب واحد تمام يا كابتن تفضل يا كابتن تاني ماتش هيبقى خزم الكويت وداد بوفريك الكويتي وميناء اليمني ده هيبقى الساعة سبعة وده هيبقى آخر ماتش يوم الاثنين آه في دور الستاشر هنيجي بعد كده يوم التلات وده المهمة بالنسبة لنا إن شاء الله اللي هو 11 عشرة أول ماتش هيبقى الأهل المصري والأهل حلب السوري وده هيبقى الساعة واحدة بتوئيت الكويت يعني اللي هو إن شاء الله بإذن الله هيبقى اتناشر بتوئيت نحن آه تاني ماتش الرياضي اللبناني وهيلعب الأهل بني غازي وده هيبقى الساعة 3 بتوئيت الكويت وبيروت اللبناني مع الساد القطري الساعة 5 وفي الجهراء الكويتي مع البشار العماني ده هيبقى الساعة 7 إن شاء الله بإذن الله وده هيبقى آخر ماتش في دور الستاشر إن شاء الله طب كابتن سلعاوي ناخد يعني احنا مبراطي النادي الأهل اللي جاي يوم التلات الساعة 12 الضهر بتوئيت القاهرة ده اللي يهمنا طبعا مع أهل حلب السوري اللي هو رابع المجموعة الأولى رابع المجموعة الأولى طيب كابتن توقعات كابتن مصطفى مشكورا للموعيد سيبوا جماعة الجدول بعد إذن حضراتكم وهناخد مباراة مباراة كده وتوقعاتك ميلة هيتطلع دور التماني اتفضل يا كابتن خد يوم الاثنين بكرة مثلا الاتحاد والغرفك الاتحاد سكندري ده حضرك توقعاتك الاتحاد سكندري قزما كويتي سكندري قزما كويتي لأنه أول مجموعة أهل البحرين سكند الرياض اللبناني مع أهل بنغازي الرياض اللبناني بيروت اللبناني مع السد القطري بيروت طبعا الجهرة كويتي مع البشاير برضو جاهرة طبعا إذن توقعات حضرتك كابتن سلعاوي تتتفق معاها كابتن مستخى آه طبعا نتتفق معاك في النتائج طيب يبقى نحنا توقعاتنا هنا في الستوديو الأبطال إن إحنا هنبقى لتحاسكنداري كازمة الكويتي الأهل البحريني الكويت الكويتي الأهل المصري الرياد اللبناني باروت اللبناني الجاهراء الكويتي دول هايبوا في دور التمانية طيب إحنا في الحالة دي ممكن هنرد على مين إحنا ممكن نرد صحيح صح خلاص يعني إحنا في دور الأرباح التمانية بإذن الله في حالة التعدي هنقابل الجاهرة الكويتي الجاهرة الكويتي هي واخد ترتيب مجموعته التالت تمام يعني برضو إن شاء الله يعني نعد الدنيا بس هي فرقة كويسة الجاهرة الكويتي لا الجهرات كويته واحدة تاني محسرش في المبارات اللبناني بس محسرش في الجهرات كويته كمان بيتمتع بميزة انه على ارضه الارضه صح اذا مبارات دور التمانية مش هتكون من نسبة بس هي قويسة اعداد لما بعدها يعني مش هتكون مباراة سهلة لكن ان شاء الله تكون مبارات كويته فيها صرح المجري يعني فيها صرح المجري لا طبعا تونس الكبير لا مبرك سواء العرقج لا اللبناني طيب اثنين وثلاث خلصت حلو الدور التمانية يوم ايه بقى كبت الدور التمانية هيبقى يوم الاربع والخميس اجازة وجمعا الدور القابل النهائي والسبت النهائي يعني خلاص انت عندك كم يوم بقى كبت المصطفى كده ان شاء الله عندك اثنين ثلاثة اربع خميس جمع بس انت عندك الثلاثة الاثنين انت راح احنا الاثنين راح احنا عندنا الاهلي هيلعب ثلاثة والاربع ان شاء الله بإذن الله يبدو مقاطعة وهيرايح خميس بإذن الله وهيبقى السيمي فاينال يوم القمع 14 عشرة ده السيمي فاينال إن شاء الله يا رب يا رب يوم 15 عشرة طيب انت حداك شايف يا كابتن يعني خلينا باستثناء الفاينال الفاينال بيبقى ليه حسابات ثلاث مباريات في أربع تيام شايف ده حملة عالية يا كابتن بالبقى لو فصلت الفاينال يبقى أربع مرات في خمس تيام بساكت نايسم إحنا 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 ممكن نكون مثلا الجدول مش فيه ظلم للأهلي ولا حاجة بالعكس بس إحنا ممكن الأهلي لقى بمطشين ورا بعض في المجموعة وفرقة تانية رياحت أكتر شوية وفي نفس الوقت إحنا هنا يعني الفرقة بتاعة يوم لتنين هتبقى مرياحة يوم قبل الدول التمانية ويوم بعد كده قبل السيمي فاينال إحنا هناخد يوم راحة واحد بس السيستم اللي كوتش أجوستي عمله الروتيشن ده هيساعد النادي الأهلي بإذن الله إن بإذن الله مش هيبقى فيه مشكلة خالص في ضغط المطشاط فبشايف الاثنين الزغيرين سواء طارق مؤمن طاري خيري أو عبدالله ناصر ممكن يكون لهم دور في المطشين اللي جايين عشان يوفر طاقة تاعته فقى بينهاي ممكن طبعا في المطشين الجايين هيبديم توزيع الأدوار بالنسبة للمباريتين الجايين وبعدين مؤمن طاري خيري من اللعيبة كويسة جدا من اللعيبة اللعيبة وعبدالله دي برضو ملميزة الحاجة الجديدة في الدارة العربية ما كانش قبل كده فهو بتديك من ساعة الكورونا فهو بتديك 14 لعيب تقدر تحط كل مباراة 12 لعيب كابتن سلعوي انا بشكرك وصراحة يعني امتعتني بتحياتك العادة الله يا خليل كابتن احنا نتشرفنا في وجودنا معاك انا وبعدين مصطفى كمان اول مرة وحاجة يعني تشرف بصراحة عظيمة يعني مصطفى بشكرك نوتيني طبعا مصطفى الشفعي كابتن للأهلي وكابتن التاريخي طبعا 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 ربنا خليك كابتن حيثم وشكرا جدا عن استضافة الحلوة دي وشكرا طبعا لكابسة العاوي اللي مربيني من وانا صغير في طبع الناشئين في النادي الاهلي انا بشكركوا جدا على تواجد معايا وارب اكون ضيف خفيف عليك وعلى جمهور النادي الاهلي شكرا خفيف ودائما يعني موفق في كل وعدين طبعا عزيني براك لو دخل الجهاز يعني حاجة تشرف طبعا في الجهاز وان شاء الله للمستقبل وان شاء الله شكرا جزيلا ده كان كلامنا النهاردة لبطول العربين نتمنى التوفيق للفريق وكل فرق النادي بشكركم شكرا جزيلا حسنا متابعة وإلى حلقة جديدة مع رب